حوادث قتل واغتيالات وتهجير طائفي وصراع على أهم وزارتين في البلاد الدفاع والداخلية هذا حال العراق اليوم صوت ميليشيات الحجد الذي يتصوره البعض مفاجئا إلى المشهد السياسي ترك تساؤلات عديدة عن تاظم دورها بعد التحذيرات التي أكدت خطر سلاحها على الدولة في العراق في سيناريو يكرر مسلسل هيمنة حزب الله في لبنان صحيفة الانديبندد البريطانية تؤكد أن ميليشيات الحجد تحولت إلى دولة داخل الدولة في العراق وتستخدم سلاحها لفرض نفوذها على مراكز صناعة القرار فيه وتضيف الصحيفة في تقرير لها أن الهيمنة الإيرانية على ميليشيات الحجد تعد مؤشرا خطيرا يؤكد تزايد مستوى نفوذ طهران في العراق والذي بات يهدد بوضوح كل من يجرؤ على توجيه انتقادات علنية لإيران وحلفائها وهو ما يظهر جليا في رفض نائب رئيس هيئة ميليشيات الحجد أبو مهد المهندس نزع سلاح ميليشياته وتأكيده فشل أي بحاولات لحلها لكن ما الذي أوصل الأمورها هنا حتى وصل قادة ميليشيات الحجد ومنهم قيس الخزالي إلى مراكز صناعة القرار السياسي في العراق وهو السجين السابق لدى الجيش الأمريكي واعترف مسبقا كما تنقل صحيفة وولو ستريت جونرار بدعم إيران للميليشيات الشيعية ومخططها لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق سؤال تجيب عنه نحو 30 ألف وثيقة أفرج عنها البنتاجون تقول إن السياسة الأمريكية هي من أوصلت الأمور لهذا الوضع الخطير عبر تعاملها مع السياسيين ومن خلفهم الميليشيات ذاتها الذين تدعمهم طهران التي صارت باعتراف واشنطن المنتصرة الوحيدة من احتلال العراق وأمام هذه الوثائق يبقى الحديث عن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص نفوذ طهران في العراق محط جدل كبير يشكك في جدوى تلك السياسة بل ويؤكد فشلها في تحقيق ذلك الهدف أو ربما تواطؤها كما تثبت الوقائع في زيادة جموح إيران وفرض هيمنتها لزيادة اشتعال الحرائق في المنطقة لابتزاز حكوماتها